موسيقى شاهدين الكرام مهلا بكم وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة اتفاقا مهما الجمعة الماضية لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة لتخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءا بسبب الحرب مبادرة تهدف إلى العودة إلى مستوى ما قبل الحرب وهو تصدير خمسة ملايين طن متر كل شهر متابعة لهذا الموضوع يسرنا نصطديفة في الستوديو دكتور عبدالفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسة الاستراتيجية دكتور مرحبا بك مساء الخير شكرا على الستدافة أهلا وسهلا إذن لو نبدأ الحديث عن أهمية هذا الاتفاق الموقع بين كييف وموسكو بالنظر إلى السياق الذي يتم التوقع عليه فيه وهو سياق الحرب البنادق لم تسكت بعد بين الطرفين طبعا سياق الحرب وصياق البحث عن انتصارات في معارك استراتيجية وجو سياسية خاصة أن الحرب طالت دون أن يتمكن أحد الأطراف من فرض السيطراتي وبالتالي اليوم سيكون هناك الحديث عن صراع يدخل أو يتعلق بالنظام العالمي بين روسيا والغرب لأن الأمر مرتبط أساسا بمن سينتصر بهذه الحرب وبالتالي هناك تساؤلات من سيتحمل كلفة هذه الحرب وانعكاستها على العالم وفي سياق الاتهامات الغربية لموسكو بأنها تعرض العالم لأزمة غدائية ومخاطر الجوع التي تتهدد عدد كبير من البلدان في ظل ارتفاع درجة الحرارة وكذلك تراجع تساقطة المطرية كان لابد لروسيا كذلك أن تبحث عن مخرج لهذه الاتهامات وهذا ما أعتقد أنه وإن شكل تنازلا من قبل روسيا للقبول بالتوقع على هذا الاتفاق برعاية أممية فإن كذلك لاحظنا وجود تنازلات من قبل الغرب حيث خفض من مستوى العقوبات المفروضة على روسيا من أجل تمكين الأمم المتحدة لأنها المسؤولة عن حماية عدد الملايين من البشر وخاصة فيما يتعلق بأمنهم الغدائي على أن تقوم بدور رياد رفقة تركيا للتوقع على هذا الاتفاق إذن الطرفان المتحاربان لهم هدف وهو من وراء هذا الاتفاق وهو أن يظهر للعالم أنه ليس المسؤول عن أزمة الغذاء بسبب الحرب روسيا لها أهدافها المتهمة من قبل كييف وكييف تقول إذن هل هذا يمكن أن يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الاتفاق سيصمد بالنظر إلى أن الطرفين كما تفضلت لهم مصلحة أن يتم توقعه وربما نجاح تنزيله طبعا بكل تأكيد كل أطراف تريد أن تقدر يعني الربح والخسارة من وراء هذا الاتفاق لأنه من جهة ترى روسيا بأن هذه ورقة قوية لممارسة الضغط على المجتمع الدولي وحتى على الغرب لتحميلهم يعني مسؤولية فرض عقوبات تتعلق بسويف تتعلق كذلك بالشركات العاملة في مزال الشحل تتعلق كذلك بالأسواق الدولية المتعلقة بسوق الحبوب إذن عموما الاتهمامات توجه إلى الغرب أكثر منه إلى روسيا لذلك روسيا مباشرة بعد التوقيع على اتفاق إسطنبول كان هناك قصف لأحد الموانئ بأوديسا بكيف إلى درجة أن بيتنا نتحدث على أن هذا الاتفاق سيفشل قبل تنفيذه ولكن اليوم كذلك هناك إحساس من جانب الدول الغربية بأنها يجب أن تخفف من حدة الضغط على روسيا فيما يتعلق بالأسمدة فيما يتعلق بالمواد الغدائية مما يتبين بأن هناك ربح إضافي تحققه موسكو لجعلها تقبل بتنفيذ مبادئ وبنود هذا الاتفاق طبعا بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة التي كانت ترطرح تساؤلات بخصوصها أنها فقدت أي دور لها في الحرب الروسية الأوكرانية عادت من جديد إلى الواجهة إضافة كذلك إلى ما ستستفيده تركيا إذن اليوم أعتقد بأنه بتوقيع الاتفاق الكل سيستفيد وخاصة الدول الإفريقية التي تعاني من مخاطر المجاعة عقب توالي سنوات الجفاف في عدد كبير من دول إفريقية على الرغم من أن روسيا سبقها وأن وعدت العديد من الدول الإفريقية بأن ستحافظ على سلاسل توريد الغدائي إلى هذه الدول الإفريقية لكنها طبعا تطالب الدول الإفريقية لممارسة الضغط على الدول الغربية لفك الحصار على روسيا وتمكنها من إصال هذه الموارد الغدائية وخاصة المواد المتعلقة بالأسمدة لأنها هي التي ستحدد مستقبل سوق الحبوب عند الموسم الزراعي المقبل نتحدث عن الموسم الزراعي المقبل ولكن في ظل الحرب هل يمكن أن نقول أن الحرب الآن أصبحت واقعا وعلينا تحملها وربما التطبيع معها والحياة الاعتيادية تسير بشكل عادي ومنه تصدير الحبوب ومنه أيضا توريد سلاسلة لإندادات حتى في مناطق النزاعات والحروب برأيك هل الاتفاق الذي أشرفت عليها الأمم المتحدة أيضا بوساطة تركيا وما يتضمنه من تفاصيل تقنية كثيرة منها تفتيش السفن وما إلى ذلك ربما سيضمن تدفقا لصدرات أوكرانيا إلى بقية الدول بتكلفتها العادية وربما بحجمها علما بأن مناطق الآن تسيطر عليها روسيا وهي مناطق شرقية شاسعة وأيضا فيها حقول زراعية كثير نعم طبعا بكل تأكيد بأن بوادر أو نتائج توقيع على اتفاق إسطنبول كان مباشرة بعد التوقيع عليه نزلت أسعار الحبوب بنسبة 6 إلى 7% وهذا ما يعني بأننا سنشهد انخفاضات متولية لسعر الحبوب الذي كان قد ارتفع بأرقام قياسية وبهت يكلف الموازنة العامة للعديد من الدول وخاصة الدول النامية أو الدول التالية بالتالي كان هناك إشكال يتعلق بأزمة الغداء كواقع يومي وكذلك يتعلق بأزمة مستقبل الفلاحة أو الزراعة عند الانتقال أو الوصول إلى الموسم الزراعي وما يطرحه من إشكالات حول قيمة المنتوج في المستقبل والإشكالات كذلك المترتبة يعني إذن عموما اليوم بعد الاتفاق على توقع يعني على اتفاق إسطنبول بإثنان تحدث بأن الأطراف بدأت مقتنعة بضرورة تقديم تنازلات والتراجع عن أهدافها من الحرب للدخول في مفاوضات تنائية وإن كانت بين موسكو وبين كيف لكنها برعاية أممية وكذلك بالنسبة لتركيا وهو ما يطرح إمكانية كذلك توقيع اتفاقيات أخرى قد تنهي النزع هذا ما أود أن نسألك عنه هل هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين وإن كان بشكل منفصل طبعا يمكن أن يمهد الطريق لاتفاقات أخرى وربما يكون بداية التفاهمات الكبرى وإنها هذه الحرب هناك طبعا قطاع آخر تأثر بهذه الحرب وقطاع الغاز نعم طبعا بكل تأكيد هناك أزمة طاقة وتدعيتها الخطيرة على الاقتصاد الأوروبي أساسا وعلى اقتصاد باقي الدول وكذلك هناك أسئلة متعلقة بأن الحرب اليوم تكلف الدول المشاركة عائدات مالية كبرى طال أمدها وصلت إلى ستة أشهر وهو ما يطرح تساؤل حول المستقبل خاصة أننا اليوم بدنا كذلك نسمع في الخطاب الروسي بأن ربما أهداف الحرب ستتوقف عند استكمال السيطرة على المناطق أو الدول الانفصالية التي هي اليوم أصبحت جمهورية مستقلة في العرف الروسي وهذا ربما هو الذي يحدد المجال الحيوي أو ربما المنطقة الخضراء الآمنة بالنسبة لروسيا لكن بالنسبة للطرف الغربي هل سيقدم تنازلات يعني التحفظ يعني أن يكون التوافق على هذا الأساس لكن لا أعتقد ذلك في الوقت الراهن مما ينبئ بأن الحرب ستستمر وستطرح معها إشكالات متعلقة بغلاء الأسعار حتى المواد الغدائية ولو بعد التوقيع على اتفاق إسطنبول لأنه متحكم فيه كذلك بارتفاع فاتورة الطاقة والتي ستستمر في المستقبل هذا فيما يتعلق بصدرات أوكرانيا وأيضا حتى روسيا ربما لكن بالمقابل يطرح سؤال آخر إلى متى ستظل العديد من دول العالم ومنها دول الشرق والوسط وإفريقيا تحديدا مرتهنة بصادرات هذين البلدين فيما يتعلق بالحبوب وأيضا حتى بالطاقة بالنسبة لأوروبا ألا يمكن الحديث عن ضرورة تأمين نوع من المخزون الاستراتيجي وربما إعادة النظر في السياسات الفلاحية الزراعية في العديد من الدول طبعا بكل تأكيد مثلا على المستوى الدجربة المغربية كان المغرب دائما يفكر في تحدي إحداث الاكتفاء الداتي فيما يخص المواد الغدائية وخاصة القمح ولذلك كان المخطط الأخضر يرمي إلى هذا الهدف لكن هناك صعوبات وتحديات تعطل الوصول إلى هذا الهدف وهو صعوبات أعمق أو كبيرة أو ما يسمى تتعلق بالقوة القاهرة وخاصة على مستوى ارتفاع درجات الحرارات الأرض والتغيرات المناخية والتوالي السنوات الجفاف وكذلك قلة تساقطة المطارية والتي يكون لها انعكسات كذلك حتى على ندرة المياه الجوفية إذن أصبحت المشكلة مركبة لكن من الناحية السياسية المملكة المغربية كذلك ومجموعة من الدول الإفريقية فكرت على ضرورة تنويع الجهات التي ستؤمن بها يعني مخزونها الاستراتيجي فيما يتعلق بالمواد الغدائية وبالتالي كان المغرب صباق إلى أن يخوض مفاوضات مع الهند باعتبارها أحد الموردين الكبار للقمح خاصة أن المغرب تجمعه مع هذا البلد اتفاقية تعلق بشراء كميات مهمة من الفوسفات المغربي وهي أساسية بالنسبة للأسمدة من أجل توفير عائدات ولكن تنويع الموردين ربما قد لن يكون حلا وليظل الطموح دائما هو الاكتفاءة الداتي ماذا لو اندلعت حرب لقدر الله بين الهند وباكستان طبعا المشكلة أعمق تأثيرا لكن كما قلت سابقا هناك تحدي أساسي هو كيفية فصل مشكلة تساقطة المطرية وقلة المياه وكذلك الحديث عن تحقيق الاكتفاء الداتي لكن من جهة يجب أن نؤكد بأن المملكة المغربية تشتغل حتى على مستوى تحلية المياه وهناك سمعنا مؤخرا بأنه هناك الحديث عن إنشاء محطة لتحلية المياه بمنطقة الداخلة أساسها أنها موجهة بالأساس إلى الاستثمار الزراعي أساسا وليس إلى توفير الماء الشرب فقط وإنما إلى كذلك سقي مجموعة من الحقول في إطار تحقيق نتائج المغرب الأخضر وإذا تظل الحلول دائما ممكنة الدكتور عبدالفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا شكرا أما أنتم مشاهدين الكرام فنعود ونلتقي بعد لحظات في موعد أخباري جديد هذه تحية لكم مينما كنتم السلام عليكم